ماذا تتعظم مشكلة انتشار المخدرات في العراق التزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وازدياد أرقام البطالة والفقر وبحث الميليشيات عن مصادر تمول بها أنشطتها وتؤمن فيها نفقات أفرادها تحول العراق في غضون بضع سنوات من دولة لعبور المخدرات أو ما يسمى بالترانزيت إلى بلد منتج في حين تجاوزت نسبة المتعاطين فيه الأربعين في المئة وتحديدا بين فئة الشباب بسبب هزالة الجهود الحكومية لمكافحة هذه الظاهرة والتي لا تتناسب مع حجم انتشارها ومخاطرها المتعاظمة إذ تقتصر هذه الجهود على ملاحقة صغار التجار والتغاضي عن المتورطين الرئيسين فيها لارتباطهم بجهات سياسية نافذة وامليشيات مسلحة فضلا عن ضعف السيطرة على المنافذ الحدودية التي تهرب عبرها المخدرات وفقا لأحدث تقرير عن وكالة فرانس بريس وهو ما سبق وأكده مسؤولون حكوميون في البصرة من أن ثمانين في المئة من المخدرات التي تدخل جنوبية العراق إيرانية المنشأة وبلغت الجرعة بالعصابات التي تتاجر بالمخدرات أنها باتت تشتبك بالأسلحة مع الأجهزة الأمنية وتهدد ضباطا وتقتل آخرين إذ قامت ميليشيا مسلحة قبل أيام بانتزاع تاجر مخدرات من عيد القوات الأمنية أمام محكمة في مدينة العمارة بمحافظة ميسان وهو ما يعكس حجم الأموال الطائلة التي تدرها مبيعات حبوب الكريستال وغيرها من الأنواع مختصون وقانونيون حملوا الأحزاب الحاكمة مسؤولية تفشي ظاهرة المخدرات بعد تعطينها القوانين الصارمة التي كانت تعاقب من يتاجر فيها وتمريرها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم خمسين والذي تبناه ممثلوها في مجلس النواب لعام 2017 والذي خفضت فيه العقوبات على المتعاطين والمروجين مما عدوه قد أسهم كثيرا في تزايد أعدادهم ضمن سياسة الإفلات من العقاب اشتركوا في القناة